أنت أول شخص لبناني يمكن معروف وبيعرفون الناس عم بيعلون إصابته للمرة الثانية شو القصة؟ كيف أصبتك؟ للحقيقة أنا كمان مستغرب داني لهذا الموضوع والأطباء يلي عم بيعينوني إن كان دكتور شرليتا أو دكتورة ناتالي رز كمان مستغربين للموضوع أنا حسيت بعوارد كانت كتير بشعة وسائلة فنزلت عملت بي سي آر وطلعت النتيجة بوزيتيف عملت رابي التاس طلعت نتيجة بوزيتيف فحكيت الحكيمة قالت لي وجيه أنه يمكن الأنتيجان عندك فيه مشكلة فيه يمكن ما عندك أنتيجان أو فيه شي غلط بالفحص طريت أعمل الأنتيجان يلي هو بيفحص الأنتيباضيز تبع أولي قديش فيه من أول كوفيد اللي عملته تفجأت أنه طلع نيجاتيف قالت لي نورمال يعني أنت مثلك مثل أي شخص تاني طلع بوزيتيف طلع نيجاتيف في الأنتيجان يعني ما عندي أنتيباضيز طلع نيجاتيف فقالت لي أنه ما عندك أنتيباضيز مثلك مثل أي شخص ما أنه منصاب بالكوفيد شو تفسير العلمي لهذه شو تفسير العلمي تفسير العلمي أنه جسمي ما حمل أكتر من خمسة الشهور بس الأنتيباضيز اللي تعرضت له يعني في أجسم وهلأ هلأ أنا تبلغت من المستشفى أنه أمي بعدها عندها الأنتيباضيز من شان هيك ما في خوف أنه هي تنعدى لأنه بعدها الأنتيباضيز موجود بجسمها والأتيوبية المدبلة المنزل كمان ما لقطت الكوفيد يعني كتر خير الله هذه هلأ خبرية هلأ سمعتها وهلأ بلغوني إياها وكتير مبسوط يعني نسيت واجعي لمرحلة فأنا طلع شانسة أنه ما عندي أنتيباضيز ولقطت مثل ما لقطت أول مرة يعني ما عنده دفاع جسمي أنه على الكورونا يعني من شان هيك لقطت مرتين شو بيختلف بين أول مرة وتاني مرة العوارد زيتا الوجع عزيتوي نفس العوارد اللي إجيت أول مرة إجيت تاني مرة صحة هي زيتا؟ للحقيقة لا مش هي زيتا حسيتها شوي أقوى هالمرة عندي شوية مشكلة بالسعلة عندي بلغم كتير كبير قوي عندي مثلا هلأ عيني اليوم وعيط عيني حمرة ما بعرف ليش من الكوفيد ممكن كمان عندي وجع راس أوقات ما بينحمل يعني أوقات بقول يا ربي بدي أضرب راسي على الحيطة إكسترو ما عم بتحمل وجع راس أكتر من أول مرة عم تحس فيهم كلهم؟ نعم هولي أول مرة ما كتير حسيت فيهم أول مرة كان عندي حرارة عندي سعلة وكان عندي تكسير جسم وحريق بالجلد هولي ما حسيت فيهم هالمرة العوارد مختلفة جدا وجع راس قوي كتير واليوم للأسف فقدت حسة الشم والتزوء لأنه أورادي ما رجعت لي مية بالمية قبل بس كنت بلشت شوي استطعيم اليوم راحت بالمرة نعم وجيه بعد إصابتك أول مرة وشفائك يعني أهملت نفسك شوي يعني بالطال تتوقع خلص أنه أنت أصبت يعني مع الوقاية رجعت أصبت مرة تانية؟ أبدا أنا داني أنا عملت يمكن سمعتوا فيها فايت فور لايس أجنس كوفيد نينتين كنت عم ساعد ناس الكوفيد وبعدني عم ساعدهم لهلأ رغم إصابتي أنا بالعكس أنا كتير كنت عم بتوقع وكتير أخذ الأحتياطات اللازمة وما عم بظهر وما عم شوف حدا بس غريب كيف ضغري وبطريقة مثل أول مرة بطريقة الصدفة كيف لقطت يعني أنا حياتي مختصرة بين السوبر ماركت وبين الصيدلية بقضية يعني ما عندي ما عندي حيات خاصة بالعكس أنا كتير ملتزم وما عندي أي ضهرات وناس حياتي الشخصية وحياتي الاجتماعية حتى هلأ أين حيجر حالك لوحدك بالبيت طلطت بحدا نقلت العدوى لحدا لا أبدا أنا من وقت إصابتي أول مرة وإصابتي متاني مرة ما بنخلط ما عم بنخلط بحدا أبدا تلقائيا أنا سكن ببيتي ببج بجبال بيتي طابقين الوالدة والبنت بأول طابق وأنا حيجر حالي بالطابق الثاني وبس بدي شي بتلفن بجبولي ديليفري وعم بيخد أدويتي على الوقت أول شي بدي تشكرك أكيد يعني مع كل هالأوجاع وكل هالعارض وبعرف إدي تعبان وقبلت تكون معنا